حقيقي انه فننا او الفن المصري بشكل عام فيه شخصيات ما ينفعش ان احنا ننساها مهما كانت الظروف اللي احنا بنمر بيها الفنانة الرحلة ليلة مراد ذكرى ميلادها كان 17 فبراير وقررنا النهاردة ان احنا نتكلم عن مشوارها الفني نشقتها الاشكال الموسيقية اللي كانت بتقدمها نحقيقي تراث يجب ان لا ننساه هتكون دفتنا في الفقرة دي دكتور ياسمين فالرجل هتكلمنا اكتر عن الفنانة الرحلة ليلة مراد دكتور ياسمين اهلا بيك معنا النهاردة صباح الخير صباح الفل ونتكلم عن الفنانة الرحلة ليلة مراد خلينا نتكلم في البداية عن نشقتها البيت اللي نشقت فيه ليلة مراد وده ازاي اثر بعد كده على كونها مطربة قررت ان هي تكون واحدة من اهم المطربات في مصر وفي العالم العربي الحقيقة هي ليلة مراد نشقت في بيت فني زي ما احنا عارفين فولدها كان زكي مراد كان مطرب وبدأ مشواره كمطرب في المصرحيات العروض المصرحية هي تأثرت بما انها رقمها في ترتيب اسرتها الاشقاء التانية فتأثرت قوي بوالدها وتأثرت بجو الاسرة ليلة مراد كان عندها موهبة بس دخلها الفن كمحترفة ما كانش بقرار منها قد ما هو كان بقرار من الظروف اللي مرت بها الاسرة دي بمعنى ان الاب لما توقف عن الجناء هنا وقرر انه يسافر امريكا وقعد ثلاث سنين يجني هناك وتعثر ماديا ويسابهم بلا اي اموال فاضطرت ليلة مراد تشتغل في اعمال الخياطة والكروشي الى جانب مامتها كانت بتشتغل نفس الشغل ده لإعالة الاسرة ليلة مراد كان صوتها حلو منذ الطفولة وكانت بتغني الاغنيات الثقيلة زي القصائد الأدوار ما كانتش بتغني للتقطيء الحاجات الصغيرة لما والدها رجع تقريبا توقف عن الجناء ونجمه خفت فما بقاش عليه الطلب فبدأ يفكر في مين اللي ممكن ينقذ هذه الاسرة وكان الحل الوحيد المتجسد قدامه وقتها هو بنته ليلة مراد فليلة مراد وهي عمرها تقريبا 13 سنة قرر والدها انه يتبنى موهبتها ويدربها تدريب قاسي جدا على انها تغني ازاي تواجه الجمهور ازاي لانها كانت خجولة جدا زي ما هي نفسها بتقول في مذكراتها يعني اول لقاء بالصوت ليلة مراد او اول مجموعة من الملحنين سمعوها كانوا اصدقاء والدها عفوا اللي بيتمع بيهم في البيت دايما كان محمد الاسابجي سيد شطة رياض السنباتي وداود حسني دول اول ناس سمعوا صوت ليلة مراد وهي عمرها 14 سنة تقريبا اقترحوا عليه انه لازم يقدم صوت ليلة مراد لنجم هذا الجيل اللي هو محمد عبدالوهاب تمام محمد عبدالوهاب لما سمع صوت ليلة مراد وهي عمرها 14 سنة اتفق مع الشركة اللي بتنتج استواناته اللي هي بي دافون انها تتعاقد مع ليلة مراد بعشر استوانات هتاخد في الاستوانة 30 جنيه ده طبعا كان مبلغ كبير وقتها الحقيقة ليلة مراد بعد كده قرروا انهم خلوها تواجه الجمهور على مصرح وكانت اول حفلة ليها سنة 31 وتولى والدها تسويق التذاكر بتاعت الحفلة دي وساهم فيها ها شايفين صور دلوقتي وساهم فيها الفنان يوسف واهبي كان من ضمن اللي دعمه ليلة مراد في بدايتها بانه سمح ان الحفلة دي تبقى على مصرح فرقة رمسيس او مصرح رمسيس اللي كان بيستأجره يوتيف واهبي وقتها وبيمثل عليه مصرحياته اول لحن خاص لنته ليلة مراد كان من الحان رياد الصنباتي اسمه اهم الجرام والحب وده كان مونولوج يعني شكل من اشكال الجناء بيحكي قصة جنائية هقربها لك زي الركن البعيد الهادي كده شفتي القصة بتاعتقى هو ده قلب المونولوج في الحفلة دي جنت هي دي الاغنيات الوحيدة الخاصة ليها بعد كده جنت مجموعة من الاغنيات التراثية لمحمد عبدالوهاب وادوار الحفلة الحقيقة لقى نجاح ما كانش متوقع يعني لقت استحسن الجماهية منذ هذه اللحظة من سنة 31 لحد سنة 38 وأصبحت ليلة مراد مطربة الأفراح والليل الملاح في القرى والأرياف وأعيان البلد في القرى والأرياف كانوا بيطلبوها دلاني في أفراحهم وفي عيادهم القصة وفي حفلاتهم أشكالها الغنائية الحقيقة اللي كانت بتقدمها دكتور ياسمين أنه كانت مختلفة يعني ليلة مراد كان لها طابع غنائي في كلمتها في ألحانها في أداءها كمطربة الشكل ده هل ده كان راجع لشخصيتها مثلا هل ده كان راجع لنشأتها هل ده راجع لوقتها يعني لوقتي مثلا عندنا مصطلح شهير جدا هو أن الجمهور عايز كده هل وقتها كان هو ده مثلا اللي كان بيحبه الجمهور أو اللي كان عايزه الجمهور يعني الشكل ده كان مين سبب اختياره بصي هو زي ما أنت بتقولي الأشكال الغنائية أو الصياغ الغنائية اللي غنت ماء أو فيها ليلة مراد كان جزء من صياغ مجتمعي يعني ده كان السما السائدة في الغنال اللي هي القصائد الدويتوهات المونولوجات زي النهاردة أنت بتلاقي كله بيغني روك بيغني جاز بيغني سما سما عامة طبعا المجتمع أثر في نوع الغنى اللي بتجنيه ليلة مراد زي ما ليلة مراد تأثرت بتراثها أنا زيك يعني في الوقت ده يعني هو الموضوع ما كانش فيه انفصال وخاصة أن ليلة مراد مطربة فقط مش ملحنة يعني دايما اللي بيجدد الملحن المطرب زي عبد الوهاب مثلا زي فريد الأطرش بيبقوا عايزين يخرجوا من السياق الموجود لسياق تاني فيه شيء جديد بصمتهم المرحلة المهمة اللي كانت في حياة ليلة مراد التانية كانت المرحلة السينمائية لأن هي دي اللي صنعت من ليلة مراد نجمة نجمة السينما من سنة 38 لحد سنة 55 كانت متربعة على العرش السينما الجنائية طبعا وكان فيه دوات وناجح جدا ما بينها وما بين أنور واجدي وده يمكن كان كمان نجاح كبير جدا ده حقيقي ده حقيقي الظروف خدمتها وهي خدمت هي خدمت كمان أنور واجدي يعني خلي بالك أن البداية كانت سنة 38 في فيلم يحيا الحب مع محمد عبد الوهاب وهو اللي رشحها للدور ده وغنت فيه دواته شهير جدا اسمه يادي النعيم اللي انت فيه قلبي والحقيقة كانت هنا لسه لو كان معنا مشاهد من الفيلم ده هتلاقي أني ليلة مراد كان باين عليها أن سنها صغير جدا هتيجي تبصي تلاقي قبل ما كمل بس تخشي عن مرحلة بتاعة نيولوك اللي عملته من بداية أفلامها مع أنور واجدي لازم أقولك أن مين اللي تلقفها بعد نجاحها في فيلم يحيا الحب توجه مزراحي توجه مزراحي أنتج لها تاني فيلم اسمه ليلة ممطرة وكان بطولة الفنان الكبير يوسف واهبي ده كان سنة 39 بعدها اقتنع جدا بموهبة ليلة مراد وقدم لها سلسلة من الأفلام تحمل اسمها ودي كانت سبقة في السينما المصرية أن يبقى في مجموعة أفلام باسم فنانة خلي بالك إسماعيل ياسيم في الجيش وإسماعيل ياسيم في الطيران وإسماعيل ياسيم في الحربية بعد أفلام ليلة مراد فليلة مراد يعتبر ليها أول فنانة بأن في سلسلة أفلام بتحمل اسمها بدأتها بثلاث أفلام مع توجه مزراحي اسمها ليلة بنت الريف ليلة بنت المدارس ليلة في الظلام بعد كده كانت النقلة الثالثة في حياة ليلة مراد كانت 45 عندما التقت بأنور وجدي وكان بيقدم أول فيلم من إنتاجه وبطلته وهو كان اشتغل مع ليلة مراد في دور صغير في فيلم من أفلامها مع توجه مزراحي أيام ما كان بينتج لها توجه مزراحي وقال لها تيجي يتمثل معه فيلم اسمه ليلة بنت الفقراء حقيقة أنور وجدي كان زكي جدا تلسلة الأفلام اللي عملها توجه مزراحي باسم ليلة في المدارس وليلة كذا لقت نجاح كبير هذا النجاح كان راجع لأن ليلة مفيش جر ليلة مراد وقتها استكمالا لسلسلة النجاح أنور وجدي أول فيلم يعمله مع ليلة مراد كانت ليلة بنت الفقراء بيسحب النجاح من توجه مزراحي ليه بنفس سلسلة الأسماء بتاعت ليلة كذا انت فهماني الفيلم نجح وفي الفيلم ده تزوجه وبدأ التزاوج الفني كمان والحقيقة ليلة مراد خدمت أنور وجدي أكتر ما أنور وجدي خدمها لأن هي كانت اسم خدمها في أي أنور وجدي عشان نبقى فير برضو أن ليلة مراد أصبحت بشكل آخر في أفلام في سلسلة أفلامها اللي عملتها مع أنور وجدي على مستوى الشكل والمضمون يعني شكلها اختلف كان في نيو لوك سنيا كان في نيو لوك في صنعة الأغنية في أفلام أنور وجدي طبيعة الأغاني اختيراتها اختلفت وأنا ما اعتقدش أن دي كانت اختيراتها بقدر ما كانت اختيرات المنتج اللي هو أنور وجدي حتيجي تبصت لقيها عملت مع الأفلام اللي من إنتاج أنور وجدي ليلة بنت الأغنياء قلبي دليلي الهوى والشباب عنبر غزل البنات ليلة بنت الأكابر حبيب الروح دي كلها سلسلة أفلام حنيجي مبوسمة اللي فيها تطريب زيادة لما انتقلت لسلسلة أفلام أنور وجدي لقينا أن الموضوع اختلف الجملة اللحنية بتاعت الأغنية بدأ يبقى قصير الإقاع أسرع بدأ يبقى فيه أغنيات ودي بقى كان التطور اللي أضافه محمد عبد الوهاب ألحان محمد عبد الوهاب ومحمد الأصبجي تحديدا على صوت ليلة مراد عملوا الشكل مختلف لليلة مراد من خلال زي ما بيقولك دخلوا قالات غربية بالزادة في السكتشات الجنائية زي قالات النفخ النحاسية وقالات النفخ الخشبية دخلوا إقاعات غربية زي الرومبا والصامبا والتانجو زي ماليش أمل في الدنيا دي فاكرين الأغناب ماليش أمل في الدنيا دي اللي كان فيها رأسة تانجو مع محمود المليجي في فيلم الجزل البنات أنا كنت أتمنى أن يبقى معنا نمازج سامعية أنا كمان الحقيقة أتمنى بعد كده ليلة مراد أنت عارفة كان فيه مشاكل دائمة بينها وبين أنور واجدي أثناء المشاكل دي ما كان إيش بتتوقف عملت مجموعة أفلام مع أحمد سالم أو فيلم مع أحمد سالم اسمه الماضي المجهول ده معروف قوي غنت فيه مجموعة أجاني برضو لطيفة وعملت فيلمين مع محمد فوزي من إنتاجه وبطلته هي المجنونة وورد الجرام وورد الجرام حتى كانت فيه شحات الجرام كان بيحرص كمان محمد فوزي الحقيقة في الفيلمين اللي قدمه مع ليلة مراد أنه يقدم سلوة الدويتو نجحت أكتر مع أنور واجدي من وجهة نظرك في تقدمها الأعمال الفنية ولا مع محمد فوزي ولا هنا كانت بشكل وهنا كانت بشكل أنا عايزة أقول أن أنور واجدي كان ليه البصمة الأكبر يعني محمد فوزي ما أضفش الليلة مراد لا فنين ولا على مستوى اللوك ولا على مستوى التطور لصناعة الفيلم بتاعها اللي كان نجح قوي معاها أو عرف يستثمر إمكانيات الليلة مراد قوي هو أنور واجدي الحقيقة لكن محمد فوزي كانت ليلة مراد نجمة النجوم وقتها هو ما أضفش ليها كفنانة يعني هما كانوا كانوا أد بعض في الحجم محمد فوزي وليلة مراد ما كانش فيه إضافة لكل منهم الآخر إلا بالنسبة للجمهور إنهم أضافوا حاجة للجمهور فيه حد من أهم الناس اللي عملت معهم أفلام كمان حسين صدقي عملت معاها ثلاث أفلام أشهرهم شاطئ الغرام وفيه أدم وحوة والحبيبي المجهول سنة 55 وده كان آخر أفلامها والحقيقة هيعتزل التمثيل في سنة مبكرة قوي 38 سنة يعني ده سن مبكر جدا بس كانت الناس عندها مبادئ في الفترة دي لأنه عندما سئلت وده في مذكراتها على لسن أحد أبنائها قال إن هي اخترت إنها تعتذر في سن مبكرة أولا لإتاحة الفرصة لجيل جديد من الفنانين والفنانات وده ما عادش موجود ده نادرا طبعا إحنا الحد دلوقتي يعني اسمحوا لي بس أخرج عن الموضوع كده إحنا الحد دلوقتي لسه بنعاني من اللي عمرهم فوق السبعين ومش بيمثلوا بس بيمثلوا في المؤسسات ومش عايزين يدوا فرصة للشباب لذب فأنا مش عارفة برضو هما الناس دي يعني يبدو إن كانت تربيتهم مختلفة عن تربية الخمسين السنة اللي فاتوا وقالت إنني عايزة أحتفظ بشكلي ويكون كويس بالنسبة للجمهور يعني الشاهد دايما يفضل فكرني بصورة بصورة وانا شابة ولسه في فنانات حقيقة كتير جدا بيفكروا بالطريقة دي وليلة مراد واحدة منهم دي دي على رأسهم لإنه ما اعتقدش إن حد عمل كده غيرها في السن ده في حاجة مهم عايزة نوهي عنها إن ليلة مراد كان ليها تجربة انتاجية واحدة فقط اشتركت فيها مع أخوها مونير مراد في فيلم اسمه الحياة والحب بس الحقيقة الفيلم ده أخفق أخفق المخرجين اللي تعاملت معاهم ليلة مراد كان كمال سليم يوسف وهبي يوسف شهين في الفيلم اللي كان وقتها عبقري بالنسبة ليلة مراد وهو سيدة القطار لو نفتكر وليه بقى كانت قايمة بدور مركب بدور الابنة ودور الام فكان في حالتين انفعليتين في الفيلم متناقضتين واحدة دور ام واحدة دور ابنة ده كان نقطة تحول كليلة مراد الممثلة مش المطربة تعملت مع بركات وحسن رمزي انت سألتيني او كنت عايزة تسأليني عن نشقتها وتأثيرها دور الاب والاخ الاب والاخ ليه ليلة مراد كان ابوها ملحن واخوها مطرب وملحن الغريب ان الاب زاكي مراد لم يلحن لابنته اطلاقا خالص ولا لحن هو اختار ان يكون مدير اعمالها اول عشر سنين من حياتها الفنية ومكتشفها طبعا لكن ما لحن لهاش خالص مونير مراد كان اصغر من ليلة مراد هي تبنته في فترة من الفترات بالزبط وهي اللي كانت يعني فتحت له ابواب السينما ودخلته كنجم في البطولات القليلة اللي شفناها في افلامه اعم والحقيقة انه هو لحن لها مجموعة من الالحان اعم يعني من من ابرزها بالاتحاد والنظام والعمل اول اغنية بعد صورة اثنين وخمسين وياما وياما انا زي مانا دي ابرز الالحان اللي الاحانها لها مونير مراد اهم حاجة بتميز سوت ليلة مراد عن كل الاصوات اللي كانت موجودة في الوقت ده كانت ايه هو الحقيقة سوت ليلة مراد كان من الاصوات البراقة اعم وفي نفس الوقت لا تفتقد الدفن يعني كتير قوي لما بيلاقي صوت لامع براق مفوش بحة يعني بيفتقد سنة الاحساس ليلة مراد كانت تجمع بين الاتنين الى ان صوتها زي ما بيقولوا كان متوعها بمعنى لا يستعصي لا تستعصي على حنجرتها جناء نجمة او مقام كانت تجيد جناء جميع انواع المقامات المساحة الصوتية بتاعتها كانت كبيرة وصلت الى 12 او 13 نغمة ودي مساحة عريضة ليلة مراد في معظم اغنيها وان لم يكن كلها كانت بتعتمد على حسها الفني لانها طبعا ما كانتش درسة اكتر من الحرفية وده يدل على انها كانت موهوبة بالفترة حقيقي دكتور ياسمين فراج بشكر حرارتك على وجودك بعنام الغاردة وافتكر انه شخصيات اثرت في تاريخنا الفني واثرت في تاريخنا المصري بشكل عام شخصيات لا يمكن ان ننساها بشكرك مرة عني مشاهدي نهارك سعيد بتمنى تكون حلقتنا النهاردة عجبتكم اشوفكم بكرة ومعاكم كل يوم من الساعة 9 الصبح للساعة 11 سنونا دايما في نهارك سعيد